المولى تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم وأعدوا أعدوا هذا فعل اسمه فعل أمر وزي معلمون كده زمان في الأزهر الأمر إذا صدر من الأعلى إلى الأدنى أفدى الوجوب فالمولى تبارك وتعالى عندما يأمر بهذا الأمر يصبح عدم الإعداد جريمة عدم الإعداد ذنب عدم الإعداد إثم عدم الإعداد وزر عدم الإعداد معصية عدم الإعداد انتحار عدم الإعداد مجازفة شفت كام حاجة في عدم الإعداد ما هو إذا الأمر إذا صدر من الأعلى سبحانه وتعالى إلى الأدنى أفدى الوجوب ومعنى ذلك أنه يجب عليك أن تنصت لكلام الله إلا إذا صرف الوجوب صارف ده أمر تاني بقى يصرف الوجوب إلى الاستحسان أو إلى الإباحة إلى آخره لكن احنا بنتكلم على الأصل في المسألة لكن عاوز أقول الأمر الخطير لما هو واجب ولا يوجد صارف عن الوجوب لا يوجد صارف عن الوجوب يبقى إذن الإعداد فريضة ولا سنة ولا مستحب ولا مندوب ولا مباح ولا مكروه ولا حرام الإعداد واجب يعني فريضة الإعداد واجب يعني فريضة خاصة فيما يتعلق بمصائر الشعوب والقبائل والمجتمعات في هذه الحالة لابد من الإعداد إذا غب فقه الإعداد عن الأمة حتتفرج على المهازل اللي حضرتك شايفه المهازل اللي انت بتشوفها في أمم كثيرة أو في مجتمعات كثيرة إنهم يدخلوا معارك بلا إعداد إيه الإعداد؟ الإعداد هو إيجاد فرصة فرصة لحماية المستضعفين من النساء والولدان والرجال والشيوخ والعجائز الإعداد هو إعداد أهبة الإعداد تجهيز أهبة القتال الإعداد هو تجهيز الأداة التي يمكن بها أن تنكأ عدوك يعني إيه؟ معلش تفهموا المسألة عشان اللي حصل النهاردة في لقاء السيد الرئيس بالفرقة الرابعة في السويس أمر له دلالات ومغازي لازم نفهمها طبعا لازم الناس تفهم ما معنى فقه الإعداد اللي غاب عن أفكار أو عن غاب عن الخطاب الحماسي الخطاب الحماسي دايما ما فيوش إعداد الخطاب الحماسي إضرب سنقاتل سنغزو سنحارب طب يا عم الشيخ سأنتعرف تكلفة لتر البنزين المتر الواحد اللي حتتحرق به بمدرعاتك ومركباتك إيه؟ ها جاهز ولا مش جاهز؟ عندك أهبة واستعداد اقتصادي عندك استعداد نفسي عندك استعداد مجتمعي عندك استعداد غذائي عندك استعداد دعوي عندك استعداد تدريبي عندك جاهزية قتالية عندك إمدادات تسليحية شغلانة طويلة عريضة مش خناءة في قهوة هي مش خناءة في قهوة خناءة ناس بتتخاني مع بعض في عركة وكل واحد يشيل الكرسي ويدرب التاني الكلام مش كده خالص الكلام يتعلق بمجتمعات لو أي مجتمع خاض معركته بغير إعداد أولا هو عاصي لله ورسول أولا وده مخالف لله ومخالف للرسول لإني قلت لك إيه افهم افهم القرآن الكريم بيقولها إزاي بيقول وأعدوا لهم يا أخي ده مين اللي بيقول ده القوي لا 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 والله استحلفتكم بالله اتأملوا الآية معايا كده مين اللي بيكلم في الآية دي ربنا ربنا ده مين سبحانه وتعالى له الصفات الحسنة وكمالات الحسنة سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنة القوي الأعظم سبحانه وتعالى القوي الأعظم القوي الأعظم بيقول لك جاهز نفسك طب ما تنصرنا انت بقى يا رب تنصرنا انت تنصرنا انت يعني ما احنا نجاهز نفسينا ليه نجاهز نفسينا ليه اما هو القرآن القرآن بيتهكم على بني اسرائيل وبيوريك قد ايه كانوا ناس في قمة الدناء وفي قمة الانحطاب وهو بيقول لك ايه وهم بيقولوا للنبي الله موسى قالوا كلمة كده اعتقد انا وانت فاكرينها كويس قوي اذهب انت وربك فقاتلة مش حصل مش القرآن ذكر هذا قالوا كده لموسى اذهب انت وربك اتخانوا انتم مناش دعوة دي مش بتاعتنا الخناءة دي اذهب انت وربك فقاتلة انها هنا ايه انها هنا قاعدون اهدي كارثة اهدي مصيبة هي دي المصيبة اذهب انت وربك فقاتلة لا يا فندم ربنا لا يقاتل نيابة عنك سبحانه وتعالى جل وعلا سبحانه